اشتركوا في القناة والقلب النابط بالمدينة الايمان تعتبر اكبر مركز تجاري بالايمان وموقعه بقلب الايمان قلب المدينة الفقرات العمل يكون عندنا تأهيل وترميم العمارة من قشط الحلان وقشط السيراميك وعادة رصف الحلان وخرايط جيدة جدا صفة سوق الحديث سوق العصري سوق الاربعاء يعني الايمان لازم يرجع كله يترمى كادر هندسي من قبل بلدية الموصل ومن قبل مشرفين من قبل جامعة الموصل مكتب شرافي من قبل كادرنا الهندسي شركتنا مختص بإعادة ترميم وتأهيل المناطق المضررة من العمارة أهم العقابات التي عدواجه المباشرة بالعمل المباشرة بالعمل الناس مقفل المحلات ما لهم مقفل الشقق ما لهم ورايحهم نوجه رسالة نوجه رسالة عبر الموصلية إلى أصحاب المحلات والشقق الشاغرة في عمارة الشواف الرجاء إخلاء العمارة لدينا مجال لنشتغل نحن متوقفين ليه حد الآن مباشرة لدينا من شهر التاسع بداية شهر العاشر بلدية الموصل إمدوا جهتكم إنذار إنذار بلدية الموصل من يوم 23 إلى يوم 30 إلى يوم 30 من يوم 23 إلى يوم 30 يخلون المحلات والشقق المكاتب والمحلات هذه عمارة الشواف رأيك يبدأ العمارة هذا العمارة كان باحثة قابل ستيزة عبروها أنت على العمارة ترجع الحياة؟ طبعاً ترجع والساحة جو هكذا كلها بيوت خبن هيا أنا فلشتها عبدتها بيوت شل فلشتوا البيوت كلها هل أنت على عمارة ما سوف ترجع محلات وكاتب كلها؟ محلات وكاتب كلها عمارة الشواف يعني ما سوف يكون هذا بدأت رح يبدأوا في العمارة وفي العمارة يبدأون يعني كلش راي راي مليح يعني لما يبدأون بالعمارة الجماعة يعني أحسن من غيرهم كثير ما سيعيد الحركات تنعاد إن شاء الله الحياة كلها ترجع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر